اشتركوا في القناة وفي نفس هذه اللذة التي يذكرون أقول العبادة واحدة ولكن الأسرار فيها مختلفة من أعظم الأسرار التي تجعل المرأة يكتسب هذه اللذة العظيمة في الطاعة هو أن يعنى المرء بعبادات السر من عني بعبادة السر وجد حلاوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث بالمسعود عند أحمد والحاكم قال صلى الله عليه وسلم من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان تكتسب بعبادة السر من عبادة السر الكف عن النظر الحرام لأن النظر إلى الحرام لا يعلم به إلا النظر دون من عده تمشي أنت وصاحبك في طريق فتنظر لأمر لا يعلم صاحبك أنك تنظر إليه لذا كان النظر سببا موجبا وسببا من أسباب اكتساب لذة العبادة وهذا معنى الآية ذكرناها قبل قريب في قول الله عز وجل يعلم خائنة أعيني وما تخفي الصدور وكلاهما من السر ترجمة نانسي قنقر